بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معي اليوم نقدم بضياتنا هذا الماضلين لكي يجو أكثر من رائعين مع جميع الأسرار باش نجح معاكم نتمنى أنكم تجربوه ونجح معاكم ويناء الإعجاب للكم دبعا نخليكم مع المقادير والطريقة إذا في واحد البول نخد 3 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ يكونوا كبير برين شوية لكنه صغر من الأحسن نديره 4 نضيف قبيسة ديلة الملح من الأحسن دائما البيضات التي نخدمها فيه كيك أو المادلين يكونوا بحرارة المطبخ نضيف كاس مع مرش ديل السكر حبيبات ثم البيضات التي تشغل لها يمكنكم على شهر من الأحسن ونستعمار البعض الطور ثم نقوم بالغضاء بجدد ثم نخلط السكر حتى نبقا نخلط السكر وخلط السكر ونقوم بأضع الكأس مع مرش زيت المائدة كاس مع مرشيني تقريبا قلتلوت وانا كنضيف وانا كنتضرب وكذلك نضيف كاس ونصف ديال الحليب او اللا ديال البن وانا كنتضرب كذلك سوف نضيف الفاني هنا كتنسمو اللي مادلين ديالكم باش ما بغيتو قشرة الليمون الفاني اللوس بودر اي حاجة بغيتو نسمو بها وكنضيف جوش خمارات من فئت 8 shemew هنا injust al ir achalda نضيف الدقيق وانا كنخلط احد اسبب ديال القوام باش يجيونا زوين باش يجونا الليماضليم مضين هو القوام ديال الخالي toi الخاليط ديال الليماضليم ما تكون بحلي كيك Simone تكون بحلي كيك كوفي خفيف شيئا ما مادلين يجب أن يكون تقيل قليلا على القوام هذا السير الأول السير الثاني بحكم أنه في الأول يجب أن نضربه ضروري ذاك البيض مع السكر حبيب بس مزيان حتى يتضع في الحجم و القوام ديال الخليط كذلك من ضروري أنه يكون تقيل قليلا إذا كان خفيف ستنفخوا لكم في الفرن و سيسيحوا أو سيعودوا يهبطوا إذن سنشوفوا مع بعض نياتنا في الأخير كيف يكون القوام أو السماكة ديالة الخليط دقيق ضروري يجب أن يكون مغربل إما مغربل مسبقا أو لضيفو أنتما تغربلوا سوف نستمر على هذه الحالة حتى تحصل على خليط كيف تحسو بيه تقيل إني كتكسبوا بوحد الرقم بالعجينة و ما كيهبطش في سعب حل الخليط ديالة كيك كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خصني متحصل عليه ضروري يكون القوام ديالهم تقيل على ديالة كيك كيف ما كتشوفوا أنا كان ندير و ما كيهبطش بسهولة في الخليط من الأحسن أنكم هاد الخليط تخليوه في تلاجة واحد المدة قبل ما تردوه طيب أنا هنا يخدمت بيه مباشرة ولكن من الأحسن خليوه في تلاجة يرتاح شوية الفران ضروري خاص يكون سخون بخلاف اللي كيك اللي كان دخلو الكيك بالفران بارد ضروري خاص يكون الفران كان شعلو عليه إما إلا كالفران ديالة كوم تقيل شعلو عليه قبل ما تبدو تخلاط ديال ديال اللي مادلين وإلا كان فران في ساكي يسخن حتى تبدو تخويف اللي طاس هكا ديالو يمكن لكم ديك ساعة تشعلو بالنسبة لي أنا غادي اندي فقط شيحو يبجي الشكلة من الفوق كيبقى لكم مزين طبيعة الحالة لاحسا بيس الرغبة والفران ضروري خاص يكون شاعل من الفوق ومن تحت باش يأتيكم ديك تبويقة من الفوق عندما يجب أن يكون هكا من فوق ديك كما سنقول كريشا لا تشعلوش عليهم من الفوق بالنسبة لي بغايد شاكريمة من الفوق او لو بغايد عاجينات شكلات ايلا بغايد يقدموهم في شيحفلة ما يشعلش عليهم من الفوق صافي ينيك فيما سبق لديك كرس كيبقى تزيني لحسابية الرغبة درس نايحو بيبجي الشكلات ومطابع الحال مل أحسن يكونوا نوعية جيدة باش ميدوبوش لكم في الفران يمكنكم تضيفون لوسكون كاسي كرقاء وطريفة جاو القرقاء يمكنكم تضيفون حبيبات السكر او لسانيدة اللي كسكون غليظة حتى هي كتطي واحد المندور وكتطي واحد القرمشة من الفوق ديك اللي مادلين سافي هدو هما اللي مادلين هدي ندخلهم الفران كيف مسبق اللي ذكرت رع سخون الفوق شعل عليه فقط واحد شوية وندفع عليه الفوق ونخليهم حتى يطيبوا على خطرهم من اللي كتدخل الفران كتنقص العافية متوسطة وهادو هما اللي مادلين كيف مما كتشوفوا هكي يجو رائعين فيما سبق اللي ذكرت اللي ما بغاش ديك يكونوا من فوق ديرين ديك الكريشة ما تشعلوش عليهم عندي حتى هادو هاد اللي الطاس دي اللي مادلين هتو مراكي يزولوا في الساعة هتو يمكن لكم تستعملوهم كدهنوهم وكاترشو شوية عالدقيق فيما كتشوفوا هراكي يجو خفافين والدادين سوسو مع الفاني كي يجو رائعين بنكات الفاني وطبيعة الحي ممكن لكم تديرو عواض الحليب عاصر ديال البرتقال حتى هو ورا كي يجي بهم طبيعة الحال كي يجو زويني وكي يبقى واحد الاختيار اللي يمكن لكم توجدوه لوليداتكم يعني يدوهم معكم أو يدوهم معهم المدرسة أو للخرجات كذلك يعني العطلة هادي ممكن لكم استعنو بهم باش تدوهم معكم على بره نتمنى أنكم تجربوهم وينجحوا معاكم وينالوا الإعجاب ديالكم ودومتم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائعوا ودائعوا اشتركوا في القناة